بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة والثلاثين من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت تحدثت حلقة الماضية عن حرب إنجلترا أو حرب الإنجليز عموما وبريطانيين على الإسلام في مصر واليوم أو في هذه الحلقة ستحدث إن شاء الله تعالى عن قضية مهمة وهي التنصير في مصر والتنصير حركة عندنا فاشلة جدا لم تأتي بالنتائج والسبب الأخوة بوضوح لا بد أن نتحدث أن القوم ليس لهم عقيدة سليمة يقنعون بها أحدا ما يمكن عقيدة مليئة بالخرافات بالضلال ما يستطيعون يقنعوا بها أحدا هذه العقيدة فيها تعقيد وفيها مخالفة للمنطق وفيها مخالفة للعقليات كلها ولا يمكن أن يقبلها رجل متعلم عاقل لكن كالعادة يتجئون إلى وسائل في التنصير من تطبيب من تعليم من أمور اجتماعية من آخر وهذا سأتي عليها إن شاء الله تعالى حتى يغروا الضعاف والفقراء والمساكين بالقبول بما يريدونه من نشر النصرانية من اكتساب هذه النصرانية من أجل لقمة العيش وكثير منهم يتظاهر بانتساب إلى النصرانية ويبقى على دينه الإسلامي أنا ما أقل من خطورة التنصير هو خطر وخطر كبير وموجود في قرات العالم وهناك مئات الآلاف يخدمونه موظفين ومئات الآلاف يخدمونه متطوعين فالمسألة إذن واضحة وقوية ونحن بحاجة إلى وضع برنامج ضد هذه الفوضى القائمة من ذلك التاريخ بالقبلة وبكثير إذا من الناس هذا وستستمر القضية مدام المسلمون ضعافا لا يستطيعون نقوف أمامهم لكن انظروا لهذا الدين وحيويته ينتشر بدون بدون في كثير من الأحيان بدون أن يكلم هذا الرجل رجل ما دخل في الإسلام أو امرأة ما دخلت في الإسلام بدون أن يكلمها أحد أو يكلمه أحد يدخلان في الإسلام على طريق قراءة كتاب قراءة القرآن كذا لكن من من المسلمين يدخل إلى النصرانية إلا بسيف الترهيب والترغيب وهذا أمر معلوم وشواهد كثيرة ما أريد أدخل فيها الآن التاريخ طويل بيننا وبينهم انظروا البلاد العربية الفضل الله تعالى التي دخلت في الإسلام مصر والعراق والشام والمغرب العربي الكبير كلي كيف دخل؟ يعني هل أريقت نقطة دم واحدة بعد أن دخل المسلمون وفتحوا البلاد هل أجبروا أحدا من الناس أن يسلم؟ أبدا في مصر التي نتحدث عنها الآن اسمعوا هذا النص التاريخي العجيب يقول المؤرخون ما إن انقضت ما إن انقضى القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام بدون ضجة بدون استغلال لحاجات الناس والتطبيب والتعليم أبدا أبدا كيف تحول هؤلاء؟ يعني الإسلام دخل مصر في السنة الحادية والعشرين واستقر في السنة الخامسة والعشرين يعني بقي على نهاية القرن خمسون وسبعون سنة في خمسين وسبعين سنة كان عدد العرب الذين فتحوا مصر أربعة عشر ألفا بقيادة عمر رضي الله تعالى عنه ابن العاص وعدد الذين هاجروا وخرجوا من جزيرة عربية إلى مصر خمسة عشر ألفا فهذه تسعة وعشر ألفا على فرض أنه لم يعود منهم أحد وهذا فرض بعيد لكن نقول لم يعود أحد منهم كم كان سكان مصر آنذاك؟ كانوا ثلاثمائة ألف فالعرب كانوا يمثلون تسعة بالمئة أم سكان مصر كيف تحول تسعة بالمئة هذه إلى أغلبية في نهاية القرن؟ عن طريق القوة والإكراه؟ عن طريق السيف كما يدعي هؤلاء المستشرقون الظلمة؟ أبداً ولا في رواية واحدة ولا رواية صحيحة ولا ضعيفة ولا مكذوبة لا في تاريخنا ولا في تاريخهم ولا في تاريخ الغربي يعني مغربين مؤرخين أن الإسلام أو أن المسلمين أجبروا المصريين على دخول في الإسلام أبداً تحول المصريون تحولاً تاريخياً رائعاً إلى الإسلام وقبلوه وصارت أغلبية شعب مصر مسلمة بعد خمسة وسبعين سنة طيب الإنجليز دخلوا مصر ومكثوا ثنتين وسبعين سنة من الذي تنصر من المصريين؟ قلائل جداً لا يكادون يذكرون تنصروا الناس لكن كانوا قليلين جداً انظروا الفارق الإسلام هذا يدلك بوضوح فقط هذا على أن الإسلام دين الله وما عداه محرف باطل هذا فقط يدلك هذا يعني ما يحتاج إلى كلام طويل ولا إلى كلام كثير والعجيب أن النصارى في مصر الذين لم يقبلوا الإسلام ديناً في القرن الأول قبلوا الإسلام حضارة وثقافة فأين لغة الأقباط اليوم؟ المصريون الأقباط اليوم يتحدثون باللغة العربية ارتضوا الإسلام لغة وثقافة وحضارة ولو لم يرتضوه ديناً فتحول تاريخي رائع جداً وهو بمجرده يدول على أن هذا الدين هو الدين الحق نعم التنصير في مصر في الحقيقة اللورد بيلفور بيلفور هذا رجل خطير كان وزير خارجية البريطانية وهو صاحب الوعد الشهير وعد من لا يملك لمن لا يستحق إن جلالة الملكة تنظر بعين العطف لإعطاء وطن قومي اليهود في فلسطين وجلالة الملكة آنذاك في نوفمبر 1917 ما كانوا يملكون فلسطين ما كانوا يدخلوا فلسطين البريطانيون ما دخلوا بعد وعد من لا يملك أي البريطاني لمن لا يستحق وهم اليهود وهم مجموعة من المهاجرين جاءوا بالرشاوة وكذا وبقوا في فلسطين فهو صاحب هذا الوعد المشهور ويقولون عنه إنه تربى في المدارس البروتوستانتية المتعصبة الإنجيلية وكان اسمعوا وكان أكثر صهيونية من هيرتزل هذا بلفر هيرتزل هيرتزل الذي جمع اليهود في مؤتمر بال ومناهم ووعدهم ودخل على عبد الحميد وفعل الأفاعيل من أجل اليهود بلفر وزيخ خارجية بريطانيا كان أكثر صهيونية من هيرتزل حتى نفهم التاريخ نفهم ونعرف كيف الأمور تدار وتساس في العالم ونحن غافلون بلفر وزيخ خارجية بريطانيا قال هذا الكلام اسمعوا ماذا قال قال إن المنصرين في نظر الاستخراب هو يقول استعمارا نقول الاستخراب هم عيونه التي تقوم بإطلاع الدول الغربية بالنواحي التي تهمها معرفتها من عقائد المسلمين وآدابهم والثقافات التي يتأثرون بها فهمتم إذن منصرون هؤلاء لهم أغراض أخرى غير التي يتظاهرون بها فقط ينشرون الدين وكذا هذه مهمة مهمة أيضا من مهماتهم لكن هناك مهمة أخرى وإن يكونوا طلائع للغزو والاحتلال للدول العربية والإسلامية هذا أمر معلوم من شأنهم وكثير وفي كلام طويل ما عندي وقت أن أورده الآن وليس هو من غرضي في هذه الحلقات أيضا الأمانة والإنصاف نقول أن التنصير في مصر لم يكن يهدف المسلمين فقط يستهدف المسلمين فقط بل كان يهدف أيضا إلى تحويل الأقباط المصريين إلى كاثوليك وبروتوستانت لأن الأقباط المصريين أرثذوكس كما هو معلوم والفارق حتى بعض الأخوة والأخوات ما يتصورون الفارق الفارق أن كنصار مصر يقولون بالطبيعة الواحدة يعاقبة هم يعاقبة أيش الطبيعة الواحدة يعني يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم هكذا لا ابن ولا أب ولا أم الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا والله رد على الإعاقبة فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم عما الكثالكة الملكانيين كانوا يسمون بالملكانيين واليعاقبة الإعاقبة أصحاب الطبيعة الواحدة والكثالكة الملكانيون أصحاب التثليث الملكانيون أو الكثالكة وبعد ذلك هؤلاء يقولون بالطبيعة الثلاثية الأب والابن وروح القدس والله رد عليهم وكفرهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإذا كفر الله هذه الطائفة وكفر الطائفة الأخرى في آيتين من كتابه العزيز الكريم العظيم وأما البروتستان فهم يعني متأخرون جاءوا في القرن العاشر الهجري سادس عشر الميلادي وانفصلوا عن كنيسة كاثوليكية لأسباب تاريخية وموضوعية وعقادية أيضا ليس الوقت لإرادها لكن كان لهم قوة في بريطانيا وقوة في أمريكا وهاجروا اليهود معهم إلى أمريكا ومن بريطانيا وإيرلندا وهاجروا وهذا يفسر التعاطف الكبير لكثير من أمريكان مع اليهود وأيضا من أصول البروتستان الإيمان ببعض عقائد اليهودية وكلام طويل يعني لكن هناك إرساليات جاءت مصر أرسلت يعني إلى مصر الميشينيريز هذا يسمى بالانجليزي هذه الإرساليات كانت تنظر إلى كرومر في مصر على أنه حامي حما النصرانية وأنه يجب أن يكون شديدا قويا في نشر النصرانية في مصر ويجب علي أن يتردد في ذلك كان يرونه متخاذلا وضعيفا في نشر النصرانية وإجبار المسلمين على التنصير مدام الأمر بأيدي البريطانيين لكن كرومر ينظر إلى بعد من ذلك كرومر جل سياسي داهية وينظر إلى أن الأمر ما يمكن المسلمون إذا حصروا في زاوية ثرون وإذا ثاروا ليس من صحة بريطانيا لكن كان يسمح طبعا يسمح بقوة الاحتلال يسمح هذه الرساليات وتتمدد وتفعل ما تشاء وتسن لها من القوانين ما شاءت ومهمة الحكومة المصرية كالعادة هي البصم فقط أو التوقيع على القرارات هذه أنها لا تملك شيئا مغلوبة حكومة مغلوبة تحت الاحتلال الإنجليزي فكرومر داهية ويعرف ماذا يريد وهؤلاء طبعا عندهم تعصب ديني وتحمس ديني أهم الأرساليات هناك أرساليات كاثوليكية كاثوليكية وطبعا كانوا يحاولون مع الأقباط في مصر أن يحولوهم إلى كاثوليك ونجحوا قليلا لكن لم يكن نجاحا كبيرا وانتشرت هذه الهيئات في مصر كان هناك إرساليات بروتوستانتية تقوم عليها أمريكا طبعا في الأغلب وبريطانيا لأن أمريكا وبريطانيا مذهبهما الديني ومذهب بروتوستانتي بين مذهب الكاثوليك منتشر في إسبانيا بعد تخلي الفرنسيين عنها بعد الثورة الفرنسية كبرى وفي فرنسا طبعا باقي وفي إيطاليا الفاتيكان وروما فالرسالية الإنجليزية والرسالية الأمريكية وقد بدأ كل هذه الرسالية بدأت مبكرا قبل الاحتلال لكن في الأمن الاحتلال انتعشت وانتشرت وقويت وكان لها جمهور جمهور كبير من النصارى يساعدونها ما هي وسائل التي اتبعتها الكنيسة في مصر وسائل في الحقيقة يعني أقل ما يقال فينا دنيئة دنيئة يعني وسائل هؤلاء الغربيين في مصر لتنصير المسلمين وتحويل أقباط إلى كاثوليك كانت وسائل دنيئة أو دنيئة جدا قائمة على استغلال الاستغلال الحاجات وإلى اليوم هذا الذي هو قائم اليوم عندنا وسائلت حدث عنه في مكاني إن شاء الله تعالى أول أول هذه الوسائل التعليم التعليم ثانيها التطبيب التطبيب ثالثها العمل الاجتماعي من إنشاء ملاجئ وإنشاء أنديا وإنشاء كذا رابعا نشر الثقافة عن طريق طبع الكتب إلى آخره خامسا التأثير في الأعيان ودعوتهم وسائل كثيرة سأتي عليها بعد الفاصل بالتفصيل إن شاء الله تعالى فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات الوسائل التي تبعها المنصرون في مصر وسائل كثيرة على رأسها التعليم والتعليم الوسيلة الأولى والخطيرة وحجر الزاوية لأن أولا حاجة الناس لا تنقطع عن التعليم أبدا ولأنه الوسيلة المضمونة لتربية الناش وهم صغار من المعلوم أن الكبير يعز عليه مفارقة دينه أو مفارقة ما مقتنع به أو ما نشأ عليه ما يمكن لكن الصغار هم الذين مستعدون فطريا و عقليا وجسديا كما يقال عندهم الحيوية عندهم القدرة عندهم القوة على استقبال التغيير والعمل به لذلك كان التعليم عند النصارى في مصر الرساليات هذه النصرانية في مصر الحجر الزاوية في قضية التنصير هو أهم شيء يسمعوا ماذا قالت المنصرة أنا ميليجان قالت إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصراني وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة أوطانهم أرجو أيها الأخوة الأخوة ما تسمعون مثل هذا الكلام تفكروا فيه طويلا ومليا كلام خطير وخطير جدا اسمعوا إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصراني وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة لأوطانهم كلام واضح كل الوضوح وهناك منصر آخر اسمه هنري جسب يقول إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية في الإرساليات التنصيرية يعني وفقت مرحلة ما هي الغاية إذن؟ الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية هكذا بكل صراحة ووضوح وقوة في الطرح لذلك لما كان هذا هو الغرض كان الإنجيل مادة رئيسية في هذه المدارس انظروا يا من تحاربون التعليم الديني وتحاربون المدارس الإسلامية وتقولون هذه تعصب وإشي عن مدارس إسلامية وإذا تعصب اسمعوا ماذا يعمل هؤلاء المدارس التنصيرية يدرسون الإنجيل مادة رئيسة وأكثر المدارس هذه مسلمون متحقون بها فيدرسونه مادة رئيسة وأيضا يفتحون التعليم المجاني للأطفال وقلت لكم في حلقة سابقة في إفسادة حلقة اسمها إفساد التعليم في مصر أن الدنلب وهو قس قسيس وضع سياسة خبيثة جدا وهي عدم مجانية التعليم التعليم يكون بالمال بالدفع لماذا حتى يتمكنوا من الفقراء لأسباب كثيرة وذكرتها في الحلقة الماضية لكن في هذه الحلقة أقول لاجتذبوا الفقراء يعلموهم مجانا تعليما نصرانيا في هذه المدارس فجعلوا التعليم لهو فقير من الطلاب جعلوه مجانيا وتنافست طبعا المدارس ما بينها تنافسا كبيرا جدا لتحتوي طلاب مسلمين وهذه إرسالية أمريكية وهذه إرسالية إنجليزية وهذه إرسالية كاثوليكية هذه منافسات كبيرة حتى بلغت الإرساليات في مصر في أقل من قرن 23 إرسالية وهذا عدد كبير وكبير جدا إرسالية هي جيش جيش يأتي إلى البلد وفي هذه المدارس يجبر الطلاب في الصباح على أن يؤدوا التقوص الكنسية وأن يرتلوا التراتيل الكنسية وأن يؤدوا امتحانات في الإنجيل وفي تعاليم الكنيسة ومن لم ينجح يرسب ويخرج خارج المدسة ويطرد وخطة خطة قوية عملوها في هذه القضية أيضا تعليم البنات أولوه عناية بالغة وجعلوا له سكنا داخليا البنات الفقيرات اللواتي لا يملكنا سكنا أو كانت المدسة بعيدة عنهم فيأتينا إلى المدرسة في سكن الداخلي وهناك يتم السيطرة عليهن سيطرة عجيبة وقد أوردت بعض التقاير أسماء بعض المصريات اللواتي نصر أنا ما أريد أن أذكر الأسماء لكن أنا قلت لكم بداية الحلقة عدد قليلة التي قبلت هذه الفوضى عدد قليلة وقيلة جدا قبلت التنصير بفضل الله تعالى لكن أن تحدثنا الخطوات لنرى كيف المؤامرات وكيف الكيد لي النهار الكيد الغربي ضدنا وضد المسلمين وضد أبناء المسلمين اسمعوا ماذا تقول المنصرة أنا ميليجان وذكرت لكم آنفا نصا من نصوصها تقول كلاما في غاية الخطورة وفي غاية الوضوح للمغفلين أو المستغفلين أو ضعاف العقول أو ضعاف التفكير إن الله إن الله راجعون تقول في صفوفي كلية البنات في القاهرة أنا ذاك يعني بنات آباؤهن باشوات وبكوات يعني بيك وباشا وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصراني وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة أي ليس هناك طريق إلى هدم الإسلام أقصر من هذه المدرسة عندكم البنات اللواتي أباؤهن بشوات وبكوات وسيأتي في المستقبل بطبيعة الحال في مصر آنذاك سيأتي في المستقبل بالبشوات والبكوات الذين سيديرون البلد فماذا تريدون أحسن من هذا؟ هذا هو طريق هدم الإسلام حتى أقول لكم إن يعني الإسلام محفوظ بحفظ الله تعالى وعنايته ورعايته إن نحن وزلنا الذكرى وإن له لحافظون وإلا لو بقي الإسلام علينا يا حسرة في مثل هذه الظروف والأحوال لضعم ذا زمن طويل جدا طيب إن الله نله يراجعون وذكر أيضا تقارير عن أعداد المدارس وأحوال المدارس يعني ما أريد أن أطيل أنا أخذت نفسي بالإجاز في هذه الحلقات لكنهم يعني يبذلون جهدا هائلا يرسلون أحد مشايخ الحارات مثلا ليدرس يعطونه مالا طبعا ومسلم لكن تحت أثير ما لا يفعل أي شيء يرسلونه إلى بيوت الحارة ليحصي لهم كم بيتا في الحارة وأحوال البيوت في الحارة ومن هم الضعاف ومن هم محتاجون من هم متعلمون هم غير المتعلمين فبعد ذلك يأتي هؤلاء المصرون يترقون الأبواب على بعض البيوت وينتقون من البيوت من يريدون فوضى فوضى تحت تحت ظل الاحتلال الإنجليزي في مصر آنذاك الحمد لله بفضل الله تعالى في هذه الأيام مصر وغير مصر تنبهت لهذه الكيد وما أقول انتهى الأمر موجود في كل الدول العربية تقريبا لكن تنبهوا إلى الكيد والشعب الشعب سر عنده وعي أحسن بكثير جدا من الماضي وأصبح يعرف ألعيب هؤلاء وأصبح يبتعد عنه من فضل الله تعالى بفطرته التي تحسنت كثيرا في هذه الأيام بفضل الله تعالى ومنه طبعا تعرضت هذه الكنيسة لتهديدات بعض الحالة تهديدات بالقتل المدارس ليس الكنيسة تعرضت لتهديدات بالقتل من أولياء الأمور لما عرفوا أن بعض أولياء الأمور معرفوا أن الأولاد يصلون حسب الصلاة الكنسية ويرتلون التراتيل الكنسية ويحفظون مقاطع من الإنجيل وصلت تهديدات إلى حد كبير حتى من الأقباط رفضوا الكثلكة أو البروتستانتية فماذا حدث هذه المدارس مبعث لائحة وطلبت فيها من أولياء الأمور أن يوقعوا من أراد أن يأتي بابنه يوقع أنه ليس عند دومان أن يدرس بحسب الطريقة الإرسالية التنصيرية وأن يقرأ الإنجيل وكان بعض الأكثر أباء يوقعون طبعا ما يعني عندهم الاهتمام بالتعليم لو كان حساب عقيدة الإبن أو حساب تفكيري إما غفلة وقلة وعي أو عدم اكتراث ولا مبالاة كحال أكثر المسلمين والمدارس طبعا مليئة بوسائل عجيبة منها مثلا مليئة بتماثيل حجرية العيسى وأمه ويأتون الطلاب يعني إلى هذه التماثيل ويخضعون أمامها وكذا أيضا في شرح الدروس الدروس العربية يأتون بمدرس نصراني ليدرس العربية وحسبك أن يكون مدرس نصرانيا يدرس العربية فيقول لهم مثلا أعربوا الناس هلكا إلا المسيحيين إيش عراب المسيحيين طبعا هذا المستثنى وكذا منصوب لكن في النهاية ما هو الإعراب لا ما هو هذا المراد المراد ما هي جملة هذه ما هي الجملة هذه المسيح ابن الله تعال الله عما يقولون اعرب هذه الجملة الذي يبقى في ذهن الطفل هو جملة وليس الإعراب هذا الخطير جدا في الموضوع والذي لا يتنبه له أكثر مسلمين للأسف الشديد إذن المدرسون غير مسلمين حتى في اللغة العربية اليوم الدراسة يبدأ بتراتيل كنسية وكذا المسبل للداخلي للقسم الداخلي عنابر النوم يشرف عليها قصص ورهبان وراهبات في قسم النساء يعني احتواء كامل للطلاب والطالبات على شكل عجيب في هذه المدارس وطبعا يسود الجو الترويحي الحفلات تسود في هذه المدارس لأنه يريدون جذب الطلاب والطالبات ومدارس نظيفة ونموذجية بالنسبة للمدارس المصرية الحكومية مدارس طبعا تعيسة يعني ليست قوية وضعيفة ومتهالكة في ذلك الزمان ايضا صعب جدا وسائل العقاب عندما يخطئ الطالب ماذا يفعلون به يكلفونه من يحفظ نصوصا من انجيل يكلفونه بأن يقرأ نصوصا من بعض الكتب الدينية الجوائز هي عبارة عن كتب فاخرة جدا مغلفة تغليفا فاخرا هي كتب دينية اول انجيل الى اخري انظروا ماذا يصنعون وكيف يجتهدون ويعملون انا اريد ان اسأل الاخوة والاخوات السامعين لي الان ماذا قدمتوا انتم لدينكم اسمعهم هم ماذا قدموا سمعتم من جال التعليم الان عندنا باقي الطب وباقي اشياء اخرى سأتي عليها ان شاء الله تعالى لكن هم الان قدموا هذا لدينهم وتفانوا في خدمة دينهم وكان بعضهم يمكث في مصر ولا يرجع الى بلاده يمكث الان يموت طيب نحن ماذا صنعنا لديننا ماذا عملنا لهذا الدين ماذا قدمنا لهذا الدين اكتفين بالله عليكم بالاكل والشرب والنوم والوظائف والفلوس ونضع الموال في جيوبنا ونبني البيوت ونشتري السيارات ونتزوج النساء ولا شيء بعد ذلك ديننا الذي يستصرخنا اليوم وينادي في مشارق ارض ومغاربة يطلب مننا ان نساعده اخواننا في فلسطين تحت الحصار وتحت حكم اخوان القردة والخنازير اخس اهل الارض والعراق واخواننا يعانون من الحكم الصليبي والشيشان واخواننا يعانون من الحكم الروسي والكشمير واخواننا يعانون من الهنادكة عباد البقر والفلبين يعانون من الصليبيين فيها وجنوب الفلبين وفطاني يعانون من البوذيين في تايلند طيب ماذا صنعنا نحن ماذا صنعنا لهؤلاء هؤلاء يشتغلون لدينهم وباطلهم ونحن نعلم أن دينهم باطل والله أنبأنا بذلك في كتابه الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد أخبرنا أن دين هؤلاء باطل ونم كفار ونم لين يدخلوا الجنة أبدا ونم خالدون في النار ومع ذلك انظروا ماذا يقدمون لباطلهم ونحن الذين على الحق بل على الحق الوحيد كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلي يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ماذا قدمنا لإسلامنا وديننا يا أخوة أرجو أن نكون صراحاء هذه قضية خطيرة مجلة المجتمع في مرة عملت عملا عجيبا جدا ذهبت إلى الصومال في وقت الأزمة الشديدة 1445 تذكرون بالنسبة لمن ضيع التاريخ الهجري 84, 85, 86 ميلادي ذهبت إلى مخيم من المخيمات ووجدت امرأة في العشرينيات من عمرها دخلت المخيم وتحمل وصوماليون راقدون في المخيم تظرون الموت تحمل فضلاتهم بأيديها وتخرجها تغسلهم من بولهم وغائطهم تعتني بهم يقولون له لماذا تصنعين ذلك قالت خدمة للمسيح منذ متى أنت هنا قالت منذ عدة سنوات وإلى متى التبقين قالت لن أغادر هذه البلاد امرأة في العشرينيات من عمرها بيضاء أوروبية تفعل هذا الفعل وتصنع هذا الصنيع نحن ماذا قدمنا هناك نواحي أخرى كثيرة في قضايا عديدة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته